تحت في مملكة البحرين اليوم السابع من يناير بالذكرى السادسة والعشرين على تأسيس الحرس الوطني وبفضل الدعم والرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أصبح الحرس الوطني صرحا عسكريا رائدا وقوة حامية تساند قوة دفاع البحرين وتعين قوات الأمن العام في الدفاع عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته الحضارية والتنموية وتمثل ذكرى تأسيس الحرس الوطني مناسبة هامة لتسليط الضوء على الأهمية المحورية التي يشكلها الحرس الوطني باعتباره ركنا أساسيا في المنظومة الدفاعية والأمنية في مملكة البحرين والتي تتسم بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والإمكانات العسكرية والبشرية المتقدمة صرح وطني شامخ بزق فجره في السابع من يناير لعام 1997 وكما أحدث الأنظمة والأساليب لتحقيق الكفاءة والجاهزية فاليوم يحتفي الحرس الوطني بذكرى تأسيسه السادسة والعشرين الذي أصبح صرحا عسكريا رائدا وقوة حامية تساند قوة دفاع البحرين وتعين قوات الأمن العام في الدفاع عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته الحضارية والتنموية شكل الدعم الذي يتلقاه الحرس الوطني من لدن صاحب الجلالة ملك البلاد المعطم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه أساسا للتطوير والنهضة والتحديد التي شهدها الحرس الوطني باعتباره ركنا أساسيا في المنظومة الدفاعية والأمنية في مملكة البحرين شهد الحرس الوطني نقلة نوعية وتطورا ملحوظا على صعيد التسليح والتطوير لما يشكله من قوة عسكرية نظامية مسلحة يتسم أفرادها بدرجة عالية من الكفاءة والجاهزية القتالية والقدرة على التنفيذ بكل كفاءة واقتدار متخذين مسارا واضحا نحو الارتقاء بقدرات منتسبي ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال خطط استراتيجية انتهجها الحرس الوطني بتدريب جنوده البواسل لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية للقوتين البرية والبحرية لرفع مستوى التأهب والجهوزية للدفاع عن المملكة والاستجابة لنداء الواجب في مختلف الميادين الوطنية مسيرة من البناء والعطاء دونت بكل فخر واعتزاز في سجل الحرس الوطني حملت أسماء آيات الفداء والتضحية والجاهزية العالية للدفاع عن الوطن والذود عن ترابه بفضل جنودنا البواسل الذين قدموا الغالي والنفيس بقيامهم بالدور الوطني في الدفاع عن حدود الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه واستقلاله وسيادته ضد أي تهديد خارجي اشتركوا في القناة